اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تقترفها الآلة الصهيونية والكيان الصهيوني الغاصب للأرض والتاريخ والإنسان نعين بكل ألم وبكل حزن وبكل أسف جرائم حرب وجرائم إبادة في حق الأطفال وفي حق النساء وفي حق الشباب إضافة إلى تدمير البنية التحتية وقتل محاولة قتل وإبادة الإنسان الفلسطيني طبعا يحزوا في نفسنا أن المنتظم الدولي يقف وخفتها متفرج عاجز عن مواجهة هذا الكيان الذي أبا إلا أن يبرهن للعالم بكونه لا يعترف بالإنسان ولا يعترف بالحق في الحياة ولا يريد السلم طبعا إيداءنا كل الإيداء وكل التنديد بما يفعله هذا الكيان الظالم هذه الوقفة هي برهن أيضا على إيمان بأن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية وهي أيضا قضية إنسانية بقدر إيمان دين هذه البشاعة وهذه الجرائم الخطيرة والتي ربما لم يشهد التاريخ مثلها أنها دولة بكل أسلحة الضمار التي تتوفر عليها تحارب شعبا بدون سلاح الشعب سلاحه الوحيد هو إيمانه بقضيته وإيمانه بتاريخه وإيمانه بأرضه هكذا كان المحاميين والمحاميات في علاقتهم بالقضية الفلسطينية والتاريخ يشهد بذلك هذه وقفة رمزية وقفة مبدئية نتمنى لهذا المسار وهذا المسار وهذا المسلسل من الرعب أن ينتهي اليوم نعيش تقريبا 250 يوم من الإجرام والممنهج نتمنى أن ينتهي اليوم هناك أمل بمقتدر قرار الذي اتخذه مجلس الأمن والتي يرمي إلى وقف إطلاق النار وإلى انسحاب القوات الغاصبة من أرض غزة وبالمحافظة طبعا على جغرافيتها وعلى جغرافيتها الإقليمية دون انتقاص ودون مساس بحقوق الشعب الفلسطيني تحية للشعب الفلسطيني ولغزة رمز العزة على ما أبانت للعالم بمقاومتها وبصمودها برهنت أن الإنسان عندما يكون مؤمنا بقضيته فهو يستطيع أن يتحمل كل شيء إلى درجة أن لا شيء يقف أمام مقاومة هذا الشعب الباسل أكيد علانة الوقفة كانت بدعوة من جمعية المحنب المغرب التي دعات الهيئة 17 إلى الوقوف ساعة من أجل تنديد بجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وأيضا من أجل تضامن مع إخواننا في غزة وإخواننا الفلسطينيين هذه القضية هي قضية تدخل في إطار الوجدان التي تربينا عليه كما غريب وأيضا تدخل في إطار المهام المؤسسسية لهيئات المحامين التي لا تقتصر فقط على الجانب المهاني والحقوق الداخلي ولكن حتى على الإيمان بالقضايا الدولي العادلة ومن بينها القضية الفلسطينية نتمنى أن يتم إيقاف الحرب ونتمنى أن تبقى فلسطين آمنة مستقرة مطمئنة ونتمنى أن يتم إيقاف العدوان الصهيوني الذي يأكل الأخضر واليابس نتمنى من الله صادقين في هذه الأيام المباركة أن يتم إيقاف هذه الحرب الظالمة وأن يكون إخواننا في غزة سالمين مسالمين وأن تعرف هذه القضية حل سياسي وحقوقي وإنساني دائم ومستدام من أجل ما فيه خير إخواننا في فلسطين وخير السلام والآمان في جميع دول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر